أيها العزاء مساء الخير تحية طيبة لكم جميعا تسمعونا بقصة عذر أقبح من ذنب هذا ربما ما يمكن أن نطلق عليه عنوان عريض لبلاغ الصادر عبر الفيسبوك لوزارة الدفاع الجزائرية إثرى مقتل شبان المغاربة على مقربة من شواطئ السعيدية بيان تافه بيان بليد بيان يؤكد حق الدفين وفي نفس الوقت يبرر عملية قتل بذمن بارد لأشقاء لجيران كل ما تشع لكن قبل ذلك على المستوى الداخلي في تطورات هذه القضية هناك شهادات صادمة سنستمع لبعضها لذوي الضحايا هناك أيضا وإن على مضض وبخجل تدخل لفرنسا ودخولها على القضية هناك مجموعة من التصريحات الإعلامية وهناك أيضا تحليل لن نقول عميق جدا ولكن تحليل كنا قد قمنا به مرارا وتكرارا ويؤكد دائما وأبدا تلك العقدة المغربية ولكن هذه العقدة تعقدت أكثر بالنظر إلى الوضع الداخل للجزائر وربما عاينتم في الأيام القليلة الماضية مسيرات غضب حاشدة داخل الجزائر ما يعني ويؤكد مرة أخرى أن هذا النظام العسكري كلما أراد أن يصدر أزماته اتجه صوبا المغرب ووجه إليها البوصلة دعونا في البداية نتابع فتح النيابة العامة لتحقيق في هذا الموضوع وستقولون أو منكم من سيقول وماذا سيسفر عنه هذا التحقيق ولكن هذا هو الإجراء الأول الذي يمكن أن تقوم به أي دولة تحترم مؤسساتها لدينا مؤسسات قضائية من البديه أن تقوم بإجراء تحقيقات وبناء على تلك التحقيقات سيكون التصرف المقبل دعونا نتابع هذا الخبر ثم نعود أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن النيابة العامة بوجد أمرت يوم التاسع والعشرين من غشت المنصرم بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن دراجات مائية جيتسكي ظلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجده لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسري ومحيط هؤلاء الشباب هذه البداية وسيكون لها تداعيات أخرى بناء على النتائج المسجلة في التحقيق من الأطراف المغربية التي دخلت على الخط وهنا ربما أطرح أكثر من علامة استفهام على الفاعل السياسي على مجموعة من المؤسسات التي لم نسمع بأحد ينوب عنها قام بزيارة أهالي الضحايا هذه عملية قتل غادرة هذا مس بالوطن عبر قتل لمواطنيين مغاربة واعتقال آخر والحكم عليه بحكم قضائي سريع ومستعجل كما تفيد الأنباء الوردة من الجزائر وجثة لازالت هناك في مستودع الأموات في الجزائر فالأمر جلل لماذا نراكم فقط في الانتخابات والزيارات والجولات وتتابعون المواطن عن كثب وتلتقون به في الشارع في مقراتكم الانتخابية في مجموعة من الدوائر والمرافق كان الأجدر بالفعل السياسي بالأحزاب بالمؤسسات أن تتوجه إلى ذوي الضحايا أن تقدم لهم التعازي أن تكون حاضرة هناك في وجدة في السعيدية أن تحضر حتى الجنازة أن يكون هناك مواساة لأهالي الضحايا والتعبير عن موقف فيه وحدة وتلاحم وطني استثنائي مع لن أقول مع ذلك الجار الذي يحكمه نظام غبي وفي تلك التصرفات قد نوجه رسائل مباشرة على أن هذا التصرف لن يمر مرور الكرام وأن هذا الجرم الشنيع لن يمر مرور الكرام وبأن المملكة المغربية اليوم موحدة خلف حقوق أبنائها التي لا بد أن تعود بغض النظر عن البلاد التي يتمتع بها النظام هناك في الجارة الشرقية لم نرى من ذلك شيء مؤسسة وطنية دخلت على الخط يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لديه موفدين تلتقوا بذوي الضحايا يعد اليوم بمكاتبه الفرعية هناك في الجهة الشرقية تقارير واستمع لذوي الضحايا واعتقد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن تكون أداة قضائية بقدر ما هي آلية للترافع ولديه آلياته ولديه المؤسسات الدولية التي يتعامل معها وهذا أمر إيجابي لا بد علينا أن نشيد به نتمنى أن تكون الخلاصات فيها استنتاجات تؤدي بنا إلى الترافع على المستوى الدولي في المحاكم الدولية في المؤسسات الدولية لإظهار تلك التخمة الحاكمة العسكرية هناك في الجزار على وجهها الحقيقي صحيح لديها انتهاكات على مستوى الداخل الجزائري وآلاف الموقوفين والمعتقلين وكل ما تشاء والمخفين قصرا ولكن هذا الأمر يعنينا اليوم وبالتالي التصعيد أمر مطلوب فأنيئا للمجلس الوطني حقوق الإنسان الذي دخل في هذه المواجهة وهو مؤسسة مستقلة وتقاريره تحظى بالموضوعية وأيضا بالقبول الدولي نعود وإياكم لبلاغ وزارة الدفاع الجزائرية هذا البلاغ البليد ماذا قالوا فيه؟ قالوا خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية اعترضت وحدة من حرس السواحل تابع للواجهة البحرية الغربية بالنحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 من أغسطس في حدود الساعة الرابعة صباحا درجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية أضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات وذلك ما قبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدرجات المائية بمناورات خطيرة الإبداع في الكذب وتابع البلاغ بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدرجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجول لإطلاق النار على درجة مائية ما أدى إلى توقف سائقها في مقام الآخران بالفرار وذلك وفقا لهذا البيان وذكر ذات البيان أن ذورية حرس أخرى للسواحل انتشلت جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسا بلاغ كاذب بلاغ فيه الكثير من الزور والبهتان بلاغ أيضا لا يصدقه عاقل وفيه قد نقول تبرير ما لا يمكن تبريره فيما يخص النظام الجزائري لأن ما حدث فيه شهود عيان هم تمنوا لو أن الجميع قتل ولم يقدم أي أحد رواية للرأي العام للناس ولكل متتبعي هذه القضية ولكن باءت محاولاتهم بالفشل شاهدتم فيديوهات لأحد الناجين والذي توفي شقيقه في عرض البحر وتم استهدافه بخمس رصاصات من حرس الحدود البحرية الجزائرية أو من خفر السواحل كما يسمى وقدم الشهادة وسنتابعها بالتأكيد ولكن قبل ذلك أيضا صحفية وحد أقارب ضحايا هذا العمل الشنيع الذي أقدمت عليه القوات الجزائرية البحرية قدمت شهادتها الحية فيما يخص ما حدث في البحر وهي الشهادة التي تفند جملة وتفصيلة البلاغ البليد لوزارة الدفاع الجزائرية نتابع السلام عليكم قدمت تلك المنطقة لما تفضل هذا الفيديو مع عمرو وقال لهم هذا المشكل عندما هم خرجوا لك ربعات أصحاب كي يأخذوا الجاتكي أخذوا كلتا عبد العالي وبيلال في واحد وبيلال كيسوك عبد العالي وراه ويأخذوا أصحاب 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 يعني كلتا جاتكي من شاوي تاره واسيديك عبدالله من اللي بغوا يرجعوا لتوية المارينة وشافوا روحهم تلفوا وشافوا روحهم غيزاق دياليسانس ومصح هم زادوا من اللي بباولا صغتي من اللي بباولا صغتي شافوا واحد زودجاك جاي لعندهم وماشي لجاباش يحضر جاي بليسا دياليسانس دخول في جاتكي ديال واحد صحبهم ما عنداش سمية دياله بليسا وهم معرفش باش بليسا و بليسا وهم تزوه والأخين خافوا وبغوا يحربوا جاتكي اللي كان فغي واحد هرب دياليسانس ومتاهم ابغوا يحربوا عبد العالي اللي كانوا اللور جاتوا الدقة في الراس وفي الظهر خمساة القرطاصات وبيلال مسكين اللي حمو فهو اخدوا نبال شغل كوته دبا انا بغيت نعرف دبا هما من بعد من اللي قالوا لهم هادشجال تيري هادك الصاحب اللي اللي الاغيوسيا صنفيق هو اخو بيلال هو اخو بيلال قالوا قالوا اخو بيلال قالوا سير سير زيد 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 وهم كانوا زيدين مورا من بعد واحد كوميسياري عاجري في الأول بغي يقولوا بهم قالوا لهم ما كانوا له راح اخوتكم غين بليسيين لهم هنا في سبيتر ما كانوا له غادي تحكموا هادك اللي بعد مليسيين لول تحكم بثمنتاش شهر في الحبس على حساب تخل في البحر زازيري والاخرين قالوا لهم في اللول ما كانوا له نايدنا روينا تمه من بعد شوية من اللي خرج داك لوكوخ ديال بيلال تمه عارفوا باش بلا ما كان شواله مليسيات جبر بيلال في البحر ديال المغرب قالوا سافرة هيكون تعب العالمات من اللي ولا واحدة الكوميسر الكوميسر صفت لهم تصور ديال العالمية ترماتوا البحر في زازير عندما رأى هم مفقوعين ونيتحنا كل شي مفقوعين احنا جارية المغربية كنجونا للمغرب باش ببلادنا كنحبوه كنموتو عليه كنموتو على سيدنا ودكشي جنا هرب لي زعمانو فوازان زعماخوتنا كي قتلوا ديواقانسيه صنزان بيونيتي كي قتلوا ديواقانسيه جاوريت ساراو وكان شدوهم ودوهم لحبس وقالوا لهم تصموب عندكمش اللي حق تكون وانا فهمين لا حول ولا قوة إلا بالله صدقيني لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي هذا النظام نقل عدو القذارة إلى الجميع وكما قال السياسي والناشط الحقوقي وليد كبير هو جزائري قال من المستحيل من المستحيل أن يقدم فرد من أفراد القوات الجزائرية بحرية كانت أم جوية أم برية على أطراق رصاصة واحدة دون أن يحصل على ضوء أخضر من السلطات العلية الجزائرية وبالتالي التحرش الذي تم بالزودياك في البداية كان بداية ردة الفعل الخاصة بالقوات البحرية الجزائرية بعد ذلك أكيد كانت هناك إشارات للسلطات التي أعلى منهم رتبة ومن ثم تم اتخاذ القرار بقتلهم والدليل أن حتى من فر كان هناك محاولة لقتله وهو شقيق أحد الضحايا وكما قال ذلك في شهادته حول هذا الموضوع وبالتالي قتل عن سرق إصرار وترصد ولكن ما الفائدة المرجوة تصدير أزمة جزائرية داخلية إشعال فتيل أزمة جديدة مع المملكة المغربية نتابع قد تكون هناك ردة فعل ولقد شاهدت المغاربة اليوم هذه رسالة للأشقاء في الجزائر حتى من يتظاهر ضد هذا النظام البائد الأشقاء في الجزائر من يرسلون الرسائل ويقولون لماذا تتحدثون عن الجزائر لماذا الجزائر اليوم أصبحت بالنسبة لكم عدو أصبحت بالنسبة لكم كذا وكذا وكذا تحدث عن الجزائر هي من أغلقت الحدود تحدث عن الجزائر لأن الجزائر هي من قامت بإغلاق أنبوب الغاز المغاربي نتحدث عن الجزائر لأنها ذهبت وألغت العلاقات مع مدريد فقط لأن إسبانيا أرادت أن تعترف بمغربية الصحراء وتستنضي قدما مع شريك استراتيجي اسمه المغرب بمعنى آخر نتحدث ليس عن الجزائر كشعب ولكن عن النظام الجزائري وهذه رسالة لمن يعي ما يحدث اليوم رسالة لمن يتمتع بالوعي داخل الجزائر لن نتحدث عن المجيشين الذين يستمعون للنهار والشروق وما شرق منها وغرب أيضا من وسائل إعلامية سوداء وسائل إعلامية شغلها الشاغل كأي مسؤول سياسي في الجزائر هو سب وشتم المملكة المغربية وإظهارها بتلك الصورة القاتمة وعلى أنها بلد متخلف وبلد لا يوجد فيه تنمية هذه الرسالة لمن لديه الوعي في الجزائر لمواطنين ومواطنات جزائريين وجزائريات يعون واقع بلدهم ولكنهم بنفس الوقت قد يفهموا بعض الرسائل التي تتحدث على أن لا يوجد هناك مغرب يكره الجزائر لا سمح الله قلناها مرارا وتكرارا شاهدوا مجموعة من المراحل التاريخية من الدعم بان الاستعمار وصولا إلى التحرير وما بعد ذلك من مشاهد أخرى راقية حتى على مستوى إنجازات قلناها رياضية كان الكل يخرج في الشوارع من أجلي أن يحتفل بما يحقق الجزائر حتى على مستوى الارتباط يعني فنكم نستمع له ونطرب إليه ثقافتكم وثقافتنا مشتركة أمور كثيرة جدا فيها محبة متبادلة وفيها افتخار واعتزاز متبادل ولكن أصغر مغربي حين ينظر إلى ما تقوم به الدولة الجزائرية صدقوني حين يأتي نظام وحكومة ما تضع خطة عمل خطة عمل لبناء وطنها خطة العمل لدى أي حكومة جزائرية تأتي هي لكي تقوم بمهاجمة المغرب إفساد كل ما يمكن أن يفرح المغرب معادات مصالح المغرب ومن يتقارب مع المغرب تعادونهم كما حدث مع إسبانيا فهذا هو الذي يدفعنا اليوم للحديث عن هذا النظام الجزائري الذي ليس هو في مصلحة للمملكة المغربية ولا حتى الأشقاء في الجزائر واليوم لا يمكن الصمت أمام فعل قذر فعل فيه الكثير من الحقارة والنذالة والرخص قتل شبان سياح مغاربة يحملون الجلسية فرنسية على دراجات في مياه اختلط عليهم الأمر دخلوا في حيز ما من الحدود أو المياه الإقليمية الجزائرية يتم التعامل معهم بهذه النذالة ولقد استحضر المغاربة بعض الفيديوهات لجزائريين يعني قفزوا على السياج الذي يفصلوا المملكة المغربية بحدودها البرية بحدود جوشبغال مع الجزائر وكيف أن المغاربة الذين كانوا هناك يعني احتضنوا ذلك الجزائري ورحبوا به وكيف تعاملت معه حتى السلطات الأمنية وحرص الحدود المغربي يعني لماذا كل هذا اللين وحسن الجوار من طرف المملكة المغربية ولا تستمعوا للخطابات وجاءوا بالصهايين كلام فارق ولماذا كل هذه النذالة في التعامل مع المملكة المغربية لماذا تتحينون الفرص من أجل استفزاز المغرب لجرها إلى حرب حرب لن يستفد منها لا الجزائر ولا حتى المغرب والمغرب لا يريد هذه الحرب ورسائل مغربية كانت واضحة من أعلى هرم في الدولة من ملك البلاد اليد الممدودة وحسن الجوار وأن لا يأتيكم الشر منا اليوم نحن نعلم من أين يأتي الشر على العموم هناك من دخل على الخط وأتحدثنا على أن فرنسا كان عليها التدخل ووجب عليها التدخل لأنها سأذكركم بمثال حي مثال يقودنا إلى سنوات خلط ربما 2008 على ما أعتقد وفيه كانت فرنسا قد بذلت الغالي والنفيس من أجل ماذا؟ من أجل تحرير الرهينة بالتنكور التي كانت محتجزة لدى جيش الثوار الكولومبيين وأرسل إليها ساركوزي عفوا ربما نعم ساركوزي أرسل إليها طائرة خاصة بعد أن تم تحريرها ونقلها إلى مدريد ومن ثم جئ بها من مدريد إلى باريس وخصص لها استقبال الأبطال هنا نقول أن فرنسا لديها أكثر من وجه ولكن اليوم لا يوجد مواطن من درجة أولى ومواطن من درجة ثانية ذلك الأمر عفى عليه الدهر يعني كان من الماضي البعيد وليس من الماضي القريب واليوم التبجح بأن لفرنسا القدرة على التدخل من أجل إنقاذ فرنسي هنا وآخر هناك فهنا أتوجه بالشكر لصديقي وأخي وزميلي صامد غيلان لأنه كان من أوائل الناس الذين تحدثوا عن هذا الموضوع وعاود الكرة وتحدث عنه لأنه بمعنى آخر لابد من التدخل لأنه لا يوجد هناك معايير لكي نقول هذا أشقر فرنسي سأتدخل من أجله إن تعرض الاعتداء وأعتقد أن لا أحد يعرف العقلية الجزائرية أكثر من السلطات الفرنسية هم المستعمر القديم ويعلمون كيف يتعاملون في مثل هذه الظروف وبالتالي الأمور واضحة ولازال هناك معتقل في السجون الجزائرية وهو الآخر يحمل الجنسية الفرنسية نسمعوا ما قال صامد غيلان فيما يخص هذا الموضوع السلام عليكم أولا الله يرحم الشابين المغربيين اللي توفاوا اللي شافي الشاب اللي في سبيطار اللي يطلق صراح الشاب اللي بقي محتجز عن السلطات الجزائرية اللي ما فهمتش هو منكسب تدوينا كان دوي في عمس أول يدي الفرنسا أنا عفراسيش كنكسب لما كانتكلمش عن فارغ أول الواحد يلك يحمل جنسية دي شي بلاد أذيك بلاد كنت تحبك على وده سرينة تكون عنده جنسية مزدوجة يكون عنده أصل من بلاد واحدة أخر من المغرب ولا من همغارية ولا من أي قند هذاك الصمت مريب وهذاك الصمت كيبيين بأنه هذه الدولة ما عطيهاش قيمة للفرنسيين معصول مغاربية سدات مادام بعد هذه النقطة دي نحيدوا وخاص يكون هناك تحرك من طرف صوتات الفرنسية للمشكل أساسا وقع في مياه إقليمية جزائرية لأن هذو كل الولي تدخلوا بالخطأ ربطة كفاء اللي كانتوا حشية وهمجية ولكن هذو كل الولي تدخلوا بالخطأ ومع ذو جواز فرنسي ذوك المشكل الأساسي كن ما بين فرنسا والجزائر الآن متكلموا على الأصول المغربية الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب كعيروا البلاد وما كيخلوا ما يقولوا وحنا رخاص عند الدولة على المشكلة وقع مع دولة أنت قطع مع العلاقة ديبلوماسية وسد مع الحدود ونقطع عنده وياه ودولة حمقاء معندها ما تخسر وش دباء بالله عليكم وش انتم مبغيين الحرب من المغرب والجزائر خيار بليد بنسبة المغرب خيار غبي احنا عنام نربحون هنا لقدام عنا استثمارات أجنبية مباشرة عنا الفصفات اللي وقف عليها العالم كامل عنا الجبل عنا مئة ألف حاجة الطاقة المتجديدة مئة ألف حاجة وعنا خدموا علىها في البلاد وحنا يالله قنس للكوراس الله ونخرج من العنق الزجاجة يالله قنقوله بسم الله في إطار بناء مغرب الغد وبالفعل اتفق مع صامت شكلا ومضمونة الحرب لا رابحة فيها ولكم خير دليل وعبرة بحرب الجيران أوكرانيا وروسيا لا أحد مستفيد يعني الأمور دخلت في في مسار تتمنى روسيا لو عادت يعني عقارب الساعة إلى الوراء وكذلك أوكرانيا والشعب الأوكراني ملايين المهجرين وبنية تحتية دمرات وألاف الضحايا من الجانبين فبالتالي الحرب لا منتصرة فيها ولكن إن كان ذلك النظام لدى الجارة الشرقية غبي فنحن لن نصل إلى مستواه المتدني ولكن على العموم اليوم يعني لكي نكون منصفين قلنا بأنهم يبحثون عن عن سبب لإشعال فتي الأزمة قد تصل إلى مرحلة مناوشات عسكرية وهذا الكلام لم نقوله اليوم بل قلناه قبل سنة وأكثر ربما لأن كل الدلائل تشير على أن الجزائر ونظامها الحاكم يريد بالفعل وربما كما قال البعض بأن الشنغري حتجها لفرنسا لكي يأخذ الموافقة على شن حرب على المملكة المغربية بطريقة أو بأخرى سواء عبر براعه جمهورية صندلستان أو حتى على مستوى مناوشات على المعابر الحدودية بحرية كانت أنبرية ولكن الحمد لله لا شيء من ذلك حدث إلى أن وصلنا إلى قضية هؤلاء الشبان وبالعودة إلى فرنسا بالفعل ماذا لو كان أسماؤهم فرنسوا ونيكولا هذا سؤال بريء لم يكن هناك موقف أكثر قساوة من فرنسا تجاه الجزائر ولكن أنتم في نزال خاسر للأسف يعني ما لم أقولها أنا قال الساركوزي قال ريهان ماكرون على الجزائر ريهان خاسر وقال السفير السابق الفرنسي في الجزائر بأن إذا ما تم التخلي عن المملكة المغربية وأحداث تقارب على حساب المغرب مع الجزائر فإن الجزائر التي في طريقها إلى الهاوية ستأخذ معها فرنسا فهذه التحذيرات لم تصدر مني وإنما صدرت من فرنسيين رئيس دولة سابق وسفير سابق وبالتالي حتى ما يحدث اليوم من تخبط هو انعكاس ليس مع المغرب فقط حتى تحدثناكم في فيديو سابق عن الأزمة التي خرجت إلى العالم مع الإمارات العربية المتحدة اليوم هو إفلاس للنظام نظام لم يعد قادر على توفير السلعة الأساسية لمواطنيه نظام أيضا وإن حاول تجيش كل وسائل الإعلام وإغلاق منظمات حقوق الإنسان وملاحقة الناشطين والإعلاميين والاعتقالات على بسبب تغريدة أو منشور في الفيسبوك لم يستطع أن يمنع الجزائريين من الخروج إلى الشوائع كانت هناك مظاهرة حاشدة في الأيام القليلة الماضية وهناك وعود بأنها ستتواصل وأعتقد اليوم أن كل ما يحدث يؤكد لنا أن شنغريحة والرفاق شنغريحة والتوفيق والنزار ومجموعة الجنرالات التي تحكم مصير الجزائري ومستقبلها وصلت إلى مرحلة تريد فيها أن تحرق كارتا عبد المجيد تبون لكي تكون الانتخابات المقبلة مرحلة لتقديم وجه جديد وجه لم يتعفن بمجموعة من الإجراءات والقرارات الفاشلة كما حدث مع تبون المنهزم حديثا في اجتماع جوهانسبورغ بعد عدم قبول الجزائر لأنه لوزنا لها حسب تصريحات سيرجي لافروغ وزير الخارجية الجزائري قال له الدول التي قبلت هي الدول التي تتمتع بوزن على الساحة الدولية فلم يقبل ملف الجزائر التي هي كانت قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام للبريكس وذهب رئيسها الذي اليوم يتعرض لما يسمى باغتيال الشخصية من طرف النظام الجزائري نوعب المجيد تبون طلب رسميا في بكينا وموسكو بأن تنضم الجزائر ولكن لم يسمع لطلبه أحد ورفضت وطردت شراطة هناك في جوهانسبورغ في أرض الحليف التقليدي أحد أزلام النظام الجزائري أو أحد التابعين الأجهزة الجزائرية الذي لا ينطق عن الهوى بل هي رسائل ترسل لكي يقوم بهذا الفعل أو ذاك والجزائريون يعرفون حق المعرفة من صحفي فاشل في أحد الصحف إلى مخبر ثم إلى مهاجر في لندن فدخول عالم اليوتيوب والفيسبوك ومنصات التواصل ولمن يدفع أكثر هذا هو شعاره اليوم يخرج بفيديو ربما يؤكد ملامح المرحلة المقبلة فيما يخص علاقة العسكر مع ميتابول وتابعه ستندم وسنندم معك الجزائر على فوهة بركان المعلومات التي تصل اليوم في التحرك في عنابة وفي قسنطينا وفي غضب شعبي وهيجان وفي تضمر وصخط كبير وكبير جدا والشعب كله ينتظر قرارات رئيس الجمهورية قرارات ليس سنفعل لا لا الشعب ما يرضى شبهه سنفعل وسنغير وسنقذع إلا ما تخلش البريكس ندخل شنق هاي ما عندي ما ندير قسنة بشنق هاي وش ندير برب شنق هاي وش ندير برب شنق هاي وش ندير بشنق هاي وبريكس وماربوز ما نحتاجه همش أنا هدل يعلو بيو العدس قرارات شجاعة فتح السوق للاقتصاد خلينا استخدم تأكل الخبز على روحها افتح قليل الناس تأكل فتح المصانع فتح الورشات خلي الحركة التجارية تحرك لأنه الآن ركود ركود على كل المستويات على المستوى الإداري الناس خايفة اللي يخدم يغلط يدخل الحبس ما نخدمش ما نغلطش ما ندخلش الحبس يعني شتوا رسالة واضحة ربما من هذا الامعة من قصديرا وانقلابه هكذا على تبون يعني له أسباب ومسببات وأعتقد أن المرحلة القادمة سيكون فيها مجموعة من المتغيرات حتى أن بعض الأصوات أصبحت تصدح بصوت عال وتتحدث على أن هناك إخفاقات منهم من ذهب إلى المجال الأكثر شعبية والأكثر استقطابا للجزائرين لأن الجزائرين لديهم بعض القضايا التي هي عنوين عريضة تدغدغ العواطة في القضية الفلسطينية وعالم كرة القدم اليوم الانتقادات بدأت تطال من تعاقب على رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأصبحوا يأكسون ذلك في منصة التواصل على أنه فشل عام فشل سببه النظام وليس سببه زطشي والأعمارة ولا أيا من من كانوا من الأسباع التي تقلدت منصب الرئاسة وبالفعل يعني لقجع صيفت شي ثلاثة في طريقه لحد الساعة من روراوة إلى ثلاثة أو أربعة الرؤساء وجميعهم يعني يستقلون أو يبعدون لأنهم فشلوا في ملف في مواجهة المملكة المغربية وبالتالي أصبحوا يلعبوا على هذا الوتر من أجل أن يكون هناك بالفعل مسلسل بحلقات لاغتيال الشخصية لكي يقولوا للناس حسنا مطالبكم هم يعلمون أن هناك غضب شعبي قادم وسيكون بشكل يعني مسترسل وأيضا بشكل يشمل الترابة الجزائري ككل والغضب فيه تجليات عدة منها أسباب سياسية من يطالب إلى حد الساعة بزوال النظام العسكري ودولة مدنية وهناك أسباب اقتصادية لأنه بلغ السيل الزبا بالنسبة لفئات جزائرية عريضة التي تجد دولتها نفطية غازية ومداخيل مالية بملايير الدولارات ولكن في المقابل لا ينعكس ذلك على التنمية المحلية ولا على المستوى المعيشي ومستوى الدخل الفرد الجزائري يعني يشبه الدول الأفريقية الفقيرة وهذا وسمت عار على جبين النظام فبالتالي أسباب سياسية واقتصادية وأخرى لها علاقة بالحريات وغير ذلك تجعل الجزائريين مستعدين للخروج إلى الشوارع وخرجوا بالفعل قبل أيام وسيواصلون الخروج وبالتالي لا بد من أن يكون هناك كبش فداء وكبش الفداء سيكون بالتأكيد تبون ولكن هذا لا يمنع أن العسكر في طريقهم لإعداد شخصية أخرى قادر على تحمل المسئولية وما سيحدث لتبون تماما هو الذي حدث ليس ببعيد لرمطال العمامرة مثلا وزير الخارجي الجزائري وجي أبي عطاف من الحرس القديم وصبر بقادوم كذلك ومثال كلهم كانوا يؤلهونهم يجعلونهم من الأسياد يعطونهم مكان وكأنهم أبطال يتمتعون بقوة خارقة وبعد ذلك كالبالون تضع فيه إبراع فيصبح أثر بعد عين هذا ما يحدث في الجزار وهذا هو الذي ينتظر تبون خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة ولكن تصريف أزماتكم في الختام على حساب المملكة المغربية خاصة بعد الفعل الآثم الذي حدث هناك في السعيدية لن يمر مرور الكرام صدقون والله لن يمر مرور الكرام إلى اللقاء